وزيرة الاندماج تعلن عن المشروع الالزامي للاجئين في النمسا ويمكن ده احنا تنولنا الخبر ده الاسبوع الماضي ان هناك بعض القرارات المتعلقة باللاجئين الموجودين في النمسا ان يكون هناك عمل الالزامي محاولة ادماج او اندماج اللاجئين بصورة اساسية في النمسا من خلال العمل من خلال كرسات اللغة من خلال عملية اعادة التأهيل للي بيكونوا يمتلكوا مهارات معينة في عمل في اماكن معينة سواء التمريض او علاقة في اعتقادك هل الموضوع ده استهلاك انتخابي ام انه فعلا موضوع خاص وممكن يكون تطبيقه بعد الانتخابات استهلاك انتخابي نعم كل بساطة اتهينا من استعراض السيد شالنبيرج وكارنر واجئنا الى استعراض السيدة سوزانة راب بقالك يا سوزانة راب اكثر من خمس سنوات في الحكومة النمساوية ان كان من زمن كورتس ان كان من حكومة كورتس وصولا او خمس سنوات طعفا حتى نكون دقيقين ماذا حققت في الاندماج سياسة الاندماج في النمسا فاشلة وترى كل معالمها هي موجودة من الحكومة الاولى لا لا هي سيبستان كورتس وتغيرت بس هي فعليا ضمن الخمس سنوات هي ضمن الحكومة المتغيرة ستغير المستشار ولكن هي بقيت في منصبها وهي فشلت يا سيد الكريم وما هذا الاسبوع الذي سيحل مشكلة الاندماج الموجودة كما قال حزب الاس بي او نريد عام اندماج كامل يتخرج به السيد اللاجئ السيد اللاجئ متقن للغة الالمانية متعلم مهنة ما يستطيع ان يدخل في سوق العمل ودون ان يكون مرمي في الشوارع وكورسات اللغة التي تعاد عشرات المرات دون اي جدوى يجب ان يكون هناك عقوبات من خلال تخفيض المساعدات الاجتماعية لمن لا يلتزم لمن لا يلتزم بماذا؟ بالمداومة على الكورسات مئة بالمئة من يلتزم بكورسات اللغة فبالتالي يجب ان يكون هناك تخفيض المساعداته هكذا يندمج الشخص السواب والعقاب سيد الكريم دائما السواب والعقاب هذه المعادلة التي تجعل الشخص يلتزم بالمهمة الموكلة له بس هم محتاجين على فكرة برضو النقطة بتاعة الكورسات اللي بيقدموه هم محتاجين متخصصين اكتر عشان يكون فيه هناك اهتمام من اللاجئ لان انت لما بتجيب له برضو مدرس الى حد ما مش قادر يوصل له معلومة بيبقى الاهتمام بيقل فالمفروض العملية يكون فيها عملية تنظيمية اكتر من الحكومة 100% فبالتالي هذا الاستعراض بصراحة برأيي لن يجدي وحزب الشعب فيه على العمل اغلب هو خرج من معادلة الحكومة النمساوية والانتخابات المقبلة اعتقد ستكون اكبر برهان حتى ان السيد كارني هامر المستشار النمساوي اصبح يقول بكل تصريحاته في حال بقيته في الحكومة في حال عدته الى المستشار يعني اصبح يدرك انه هو انه خرج خارج المعادلة وسيأتي حزب الحرية الذي هو فعليا اسوأ من حزب هي فعليا لانه في يعني حزب الشعب في خطر يعني برضو برضو استطلعت الرأيي بل اؤكد اني حزب الحرية هيكون متقدم